اسمع إلى خبره يذكره الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطراً والشاطر يقصد به في كلام أهل اللغة من يقطع الطريق اللص كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخص مدينتان الأولى أبي ورد والثانية سرخص كان يقطع بينهما الطريق يعني على الناس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتق الجدران إليها في الليل إذ سمع تالياً يتلو هذه الآية شوف إذا أراد الله عز وجل لعبد أن يهديه سخر له مثل هذه المواقف سمع وهو الآن على الجدر يصعد بين جدار وجدار لأنه قد وعد جارية عشقها وكلف بها فبينما هو كذلك إذا به يسمع تالياً يتلو القرآن في جوف الليل يقرأ قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هذه الآية وقعت في قلب الفضيل موقعاً شديداً كأنها سهم اخترق قلبه وكأنها رسالة من الله عز وجل للفضيل أنك قد أسرفت وتماديت في البعد عني فهذا نداء من الله ألم يأني يعني أما حان الوقت أن تعود إلى ربك عز وجل وأن يخشع قلبك لآياته فلما سمعها الفضيل رحمه الله قال بلى يا ربي قد آن فرجع فآواه في الطريق أوه في الطريق أوه الليل إلى خربه فإذا فيها سابلة وهم القوم المسافرون نزلوا فيها استريحون فنزل الفضيل فيها يريد أن يرتاح ويمشي بعد ذلك في الصباح فسمع هؤلاء الناس الذين هم بجواره في هذه الخربة يتكلم بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم نرحل الآن يعني نرحل فقال آخرون لا لا ترحلوا الآن يقطع عليكم الفضيل بن عياض الطريق انظروا كيف وصل للفضيل شهرته في السرقة وفي الاعتداء على الناس إلى هذا المبلغ العظيم فلما سمعها تأثر الفضيل زيادة على ما كان قد سمعه من قبل ثم قال رحمه الله محدثا عن نفسه يقول ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام فذهب إلى مكة وجاور البيت الحرام ولم يزل على ذلك حتى توفي رحمه الله ترجمة نانسي قنقر